في الأول تلاقي اللعبة هادية والنقعة عمالة طوع مش مشكلة والأمور هادية نيجي في الآخر النقعة طوع فيقول لك لا تعالى ما احنا في الآخر ففيه إرهاق وفيه مشاركات أفريقية ومشاركات في كاس العالم فانت لسه في بداية الدوري فدي النقعة اللي اتجمعهم ممكن يريحوك بعد كده ايه المبرر يعني كنت أتفاهم طبعاً لما كان يتحدث عن ضغوط في المباريات في نهاية الموسم الماضي هي مبررات منطقية يعني كان بيتعرض الإرهاق مش طبيعي بس دلوقتي المبرر بص انا هاجي على نقطة اللي حسن نتكلم فيه في الأول قال لك انا كنت انطرق العشري وانا بحييه طبعاً مع حسن في الأداء النهاردة هو عارف إمكانيات نفسه صح الفترة الأخيرة كان عنده بنطوخ بيخسر بقى والآخر بيلعب النادي الأهلي فطبيعي ان انا النهاردة لما بجأ لعب بلعب على الإمكانيات اللي قدامي النادي الأهلي طبيعي من أول لحظة هو هيهاجم تمام فهو بيلعب بخطة دفاعية بيعتمد على الهوفين اللي هما سراع من خلال مين بقى من خلال تغطية علي معلول علي معلول بيلعب وراء علي معلول ان الكابتن طريق دائماً بيلعب دفاعي بيلعب على لونج باس بيلعب على هاجمة التانية فالنهاردة اعتمد على ان هو يقفل وانا متأكد ان هو في المحاضرة قال لهم لا انا النهاردة ما كسبتش اتعادل مخسرش وهو ليعب على البونت اللي هو عايزه في نفس الوقت هو مقفل كويس بس هنرجع بقى على مشكلة مين بقى مشكلة المدير الفن النادل اهلي النهاردة كولر مفروض كان يعمل ايه انا النهاردة لما اجا لعب فرقة بتلعب بتاك يعني فيه كسافة دفاعية جامدة لازم يبقى عندي حلول ايه الحلول لو انا ما عنديش حلول على الاطراف لازم يبقى عندي امكانات لعيبة او اكتر من لاعب يقدر يختارك ويلعب الوان تو الحلول الفردية الحلول الفردية انت النهاردة عندك افشة مفروض افشة كان لازم يلعب النهاردة لان النهاردة يعني انا مفروض عارفين ان كبتل طرق العشري بيلعب بخطة دفاعية اي فرقة بتقابل نادل اهلي ونازل زمالك بيلعب بتكتل دفاعي لازم عندي حلول انت عندك مين اللي عنده حل واحد بس اللي هو يقدر يختارك هو مين عبدالقادر صح النهاردة انت ما قاعد افشة لازم افشة كان يبدأ اللقاء زي النهاردة كان يحللك حلول كان هيعملك وانتو النهاردة انت في اخر ثانية بتشوف مين بيعمل تصويبه تا مش المفروض برونو سافيو بيعمل الدور ده سافيو ما بيختاركش زي افشة وعبدالقادر سافيو افضل ولا افشة هو ده ليه طريقة لعب وده ليه طريقة لعب يعني ده بيعطي خلص عالجول كويس سافيو اه وفي نفس الوقت انت عندك افشة بليميكر وبيقدر يلعب انت لو مدرب النادي الاهلي وهو مكان هتختار في لعب لقم عشر تختار سافيو او لا افشة انا شايفه انه هو بيلعب سواء فاق او مش فاق بيلعب فانا مش شرط يكون عندي لعب دفع فيه فلوس امير ما تعدش تلفهو بيس لدك سؤال دلوات انت مدرب هتلاحب افشة ولا برونو لا هلعب افشة طالب كابتن حاسم لا لعب افشة طبعا افشة انا بالمستوى اللي هو بيلعب بيه برونو ده لا لعبوش رأس لسا في النادي الاهلي يعني ده حد برازيلي وتفعيل فيه فلوس كتير جدا النادي الاهلي فلازم يبان احنا شوفنا لعيبة كتير جدا قبل كده كان برازيلي يا حسن فاكر اللعب اه طبعا كان معنا لعيب برازيلي كان سترايكر كان اه من 2004-2005 كان شبه محمد جودة كده شبه بدليل ان كابتن دكتور هاب علي مرة بيسلم عليه فبقول له ازايك يا ابني عمل ليه فالولد يعني مش فاهم حاجة فابتكروا ان حد طلع من ناشئين اصلا اصلا يعني هو برازيلي وهو لاخر لعبك في 2004-2005 فلا انا عايز اقوله ان ده لعيب برازيلي ودفع فيه فلوس كويسة فلازم يقدي لي مية في المية طب انت النهاردة ما قداش مية في المية من الشارط ان هو يلعب لا لعب بديل نهاردة انا لما اجي لعب نادي مثلا فريق زي سموحة عنده تكتل دفاعي كابتن طريق العشر بيلعب على الهجم المرتد او اي حد ما كانوا ممكن يعمل ده فيه مدربين تاني جريئة يلعب نادي الاهلي او نادي الزمالك يعني بخطة متوازنة وفي نفس الوقت مش هيخاف لكن كابتن طريق العشر هو النتائج اللي فاتت معلقها شوية